بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف مبروك الأهلي للمرة 43 بطلا للدوري العام المصري يظهر دائما للنادي الأهلي هو حبيب الملايين ألف ألف مبروك لكل الأهلوية ألف ألف مبروك الدوري 43 بيعود درع الدوري الجديد بقى أو القديم زي ما أنت عايز تقول قول ولكن بيعود درع الدوري لبيته بقول للبيته لأنه 43 مرة 43 مرة النادي الأهلي بيفوز بالدوري العام النهاردة يوم تاريخي بالنسبة للأهلوية لأنه عودة الدرع بعد غياب سنتين الحقيقة بعيدا عن الدولاب التاريخي للنادي الأهلي في الجزيرة بيعود الدرع مرة أخرى لمكانه المفضل مكانه المحبب مكانه اللي دايما أو اللي تعود عليه ل43 مرة 43 مرة بيفوز النادي الأهلي بالدرع تاريخ كبير بيواصل النادي الأهلي تعزيز صدرته لسجل أبطال الدوري الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بفارق كان 29 لقب عن الوصيف اللي هو نادي الزمالك صاحب الـ 14 لقب يعني لو ملاش خلينا أحتفل أحسن 29 لقب فارق ما بين النادي الأهلي وأقرب الملاحقين من حق لعبة النادي الأهلي أن هم يفرحوا من حق لعبة النادي الأهلي أن هم يتبستوا من حقهم بعد موسم عظيم وتاريخي بيفكرنا بكل الأيام الحلوة داخل النادي الأهلي فرحة كبيرة الجمهور النادي الأهلي على السوشال ميديا في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي بتحسم الدوري بدري بتستعيد بطولتك المفضلة انت كمان بطل أفريقيا متأهل لكأس العالم للسنة دي السنة دي للمرة التانية أو التالتة أو الرابعة التوالي وبطل كأس مصر بطل السوبر بتحتفل بالدوري وانت عامل موسم تاريخي عظيم من حق جبور النادي الأهلي أنه هو يفرح من حق لعبة النادي الأهلي أنه هم يفرحوا ويحتفلوا من حق مرسيل كولر وجهازه الفني أنه هم يفرحوا ويتبستوا بهذا الموسم التاريخي من حقنا نقول ألف ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة فرد فرد مبروك لكل الأهلوية مبروك للكابتن محمود الخطيب مبروك للعمري بي فاروق نائب رئيس النادي مبروك للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي مبروك لأعضاء مجلس إدارة النادي الأستاذ طاريق أنديل الأستاذ محمد الغزاوي دكتور محمد شوقي دكتور مهند مجدي كابتن حسام غالي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد سراج الدين الأستاذ محمد الجرحي مهندسة مية عاطف مبروك للجهاز الفني بقيادة سويسري مارسيل كولر ومعاوني جنبيرلي وكابتن سامي أمصان وكابتن ياسين الميكاري وميشيل يانكون طبعا وإندرياس أندريا وكل الطاقم الفني والإداري مبروك لكابتن سيد عبد الحفيز مبروك لكل اللاعبين اسم اسم كلهم يستحقوا التحية كلهم يستحقوا كل شيء حلو السنة دي سنة صعبة جدا ولكن استطاع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أن يفوز بكل البطولات أي بطولة كنا نلعب فيها النادي الأهلي فاز بيها أي بطولة دخلناها كسبناها أي مباراة بطولة كسبناها ولذلك كل اللاعبين كل هؤلاء اللاعبين استحقوا كل التحية ألف ألف مبروك قبل كل دول بقى ألف مبروك لحضراتكم ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي عودة الدرع مرة أخرى حضراتكم السبب الرئيسي والأساسي في عودة الدرع مرة أخرى للنادي الأهلي حضراتكم كنتم الأساس زي ما دايما جمهور النادي الأهلي هو الأساس من ألف تسعمائة وسبعة وحتى الآن حضراتكم اللي اديته للفريق وديته لهؤلاء اللاعبين وديته لمجلس الإدارة الدروس الكبيرة علشان يكملوا في الوصول لكل البطولات اللي خدناها فألف مبروك لحضراتكم الله لو عندي لو أقدر أقول 80-90 مليون اسمه أهلاوي خلاص لو 80-90 مليون أهلاوي أقدر أقول أسمائهم كنت قلتاه لأن كل الأهلوية يستحقوا هذه الفرحة الكبيرة موسم للتاريخ في كل الألعاب المناسبة وفي الإنشاءات تقول زي ما أنت عايز تقول قول في الألعاب تقول زي ما أنت عايز تقول تقول في البطولات تقول زي ما أنت عايز تقول قول في الصفقات في الصفقات في إيه؟ في الصفقات اللي أنا محتاجهم قول اللي أنت عايز تقول أو حتقول اللي أنت عايز تقوله وبالتالي في الصفقات في كل الألعاب يعني انا ما بتكلمش على كرة القدم انا بتكلم على كل الالعاب وبالتالي موسم تاريخي في العاب الصلاة ما جبنا كابت خلد العوضي وشوفنا قد ايه احنا كسبنا بطولات قد ايه مجلس ادارة حط لجنة او حط مشرف على الالعاب الاخرى العامري بيه فاروق اللي قدرنا مجلس ادارة محترم مع لجنة او مع ادارة ادارة الالعاب الاخرى محترمة قدرنا نكسب كل البطولات في الالعاب الاخرى تقريباً 18 بطولة من 22 والناحية التانية في الكرة خمس بطولات خمس بطولات حصوة دي الحصوة الخمسة دول اللي هم الحصوة في إن الحسود يعني فخمس بطولات استطاع كل نجوم النادي الأهلي اللي احنا اتكلمنا عليهم ونقولهم اسم اسم الحقيقة يستحقوا كل التحية كل اللاعبين اللي تعبوا جامد جداً 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 مرة تانية بقول أن القرار التاريخي اللي اتخذ اللي اتخذ من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب بإراحة عدد كبير من اللاعبين كان له الدور الرئيسي والأساسي في هذا الأمر اللي خلانا نحتفل دلوقتي وحكلم في هذا الموضوع ولكن عايزين نتبسط شوية عايزين نفرح شوية لغاية لما ان شاء الله نعدي يوم الخميس ونشوف هنفرح إزاي بقى مع عدراتكم في الأيام القادمة ألف ألف مبروك لحضراتكم وكالعادة وساتلانا